في أحد شواطئ مدينة حيفا تحولت فرحة العيد إلى كابوس لإحدى العائلات التي فقدت طفلها غرقا في أول أيام عيد الأضحى المبارك ويبلغ من العمر 13 عاما وكانت تواقم الإنقاذ قد انتشلت الطفلة من البحر قبالة الشاطئ المعروف باسم الطلاب وقدمت له الإسعافات الأولية وتم نقله إلى مستشفى رنبان في حيفا قبل أن يتم الإعلان عن وفاته أول أيام العيد شهدنا حالة غرق في حيفا والعديد أيضا من الحالات نشهدها في كل عطلة صيفية وكل فترة الأعياد وأعتقد حسب رأيي الشخصي أن عدم الوعي الكافي لدى العائلات في الدخول إلى الشواطئ المسموح فيها للسباحة شواطئ مع منقذ هذا سبب أساسي لحالات الغرق من الممكن أن تكون حالات الغرق أكثر في الشواطئ أكثر من المنتجعات خاصة من المنتجعات أماكن سباحة تقدر تقول عنها مش كبيرة مش عميقة وفي منقذ كل الوقت والعائلات أكثر كريبة في البحر البحر أصعب بكثير من هيك أعتقد أنه لازمنا توعي أكثر تزايد حالات الغرق في عطلة العيد باتت ظاهرة مقلقة يعزوها المنقذ ومدرب السباحة في منتجع الواحة في أم الفحم عماد إغبارية إلى عدة أسباب منها عدم انتباه الأهل إلى أولادهم وانشغالهم بمواقع التواصل الاجتماعي وبالهاتف النقال كذلك عدم تعليم أطفالهم كيفية السباحة وعدم اتباع الإرشادات والتوجيهات التي تضمن لهم ولأطفالهم سباحة آمنة وأوقات سعيدة أنا صارت معي حادثة العام اللي ولد غريك كبال إمه يعني وبطلع أنا ونفيت وراء إمه حملت لها هيك بقولها أنت ماسكي التلفون وابنك قدامك عم كاعد بغرك داشت لي تلفونك وانتبهي شوي على الأولاد تعونك يعني هاي أكثر الحالات اللي بتصير أنه الأهل بلته بالوسائل الاجتماعية بالفيسبوك وبالإنستجرام وهي الأشياء وما بنتبهوا لأولادهم كل ما جين اليوم نعطي للأطفال يتعلموا سباحة ويعرفوا كيف إذا دخلوا على المي يكيم الخوف الفوبيا من الولاد فكل ما كان عنده الولد أكثر إطمئنان وأكثر ثقة في النفس إنه يفوت على المي وما يخاف للمي أحيانا السبب الغرك بيكونوا عدم الثقة في النفس الخوف الفوبيا في المي إنه هو فكر حاله غيره ومش غركان ومسطل لدرجة الغرك لكن إذا بعطيه القوة لكل الثقة في النفس أنت نزلت حتى لو أنك أنت ما دبرت حالك أنت بقدر تدبر حالك تطلع فبرضو هذا الشيء مهم جدا حتى الراحة للبحر وحتى الراحة على محل تاني يدبر حاله ويتضح من معطيات تم نشرها أن عدد وفيات الأولاد غرقا في أماكن السباحة في الحيز العام يتساوى مع نسبة وفيات الأولاد غرقا في ساحة المنزل كما أنه مقارن بسنوات سابقة فإن ثلثي حالات الوفاء نتيجة الغرق كانت في الحيز العام وبين شهري حزيران وأهب كما أن 82% من الوفيات كانت للأولاد بنسبة هي الأعلى بدعفين عن خطر وفاة الفتيات غرقا أنا بفضل لكل الأهالي اللي يبقوا متواجدين حوالين البركيد طلعوا 24 ساعة لابنهم حياة أولادنا وصحتهم تسوى كل شيء بحياتنا يعني بناش تخلي دقيقة من حياتنا نلقي فيها بتروح الولاد فيها يعني بناش إنو بالآخر لا سمح الله لا سمح الله الولد يروح بيغرق ولا يسلوا إشياء وبعد نصح أنا كل أم كل أم يعني هاي اللحظة العيد قسطيها لابنك بلحظة لابنك يعني أنت طالع عشان تبسط ابنك مش عشان لا سمح الله ترجع بمأساة ولا لا سمح الله بإشي مش ممنح عشان يظل الواحد يحافظ على الأمن والأمان ينزل الأبو يظل من انتبه لابنو يظل من انتبه لابنتو أحساب متان غرقش مجدشوش غرق لذلك ووفق التعليمات يمنع منع بات تن ترك الأولاد دون مراقبة فعالة كما أن وسائل العوم المختلفة لا تعتبر بدينا للمراقبة الفعالة وفي البيت يجب إفراغ أي دلو أو حوض بعد استعماله وفي حالة وجود مسبح لا يمكن إفراغه من الماء يجب تسييجه ووضع وسائل تحذير أما في البحر فيجب أن تتم السباحة في الأماكن التي يعمل بها المنقذون فقط